القوزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي فأكد شكري أن انعقاد القمة الأفريقية هذا العام يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة تتطلب التعاون لمواجهة التحديات الأمنية القادمة لسيما مع تزايد درجة تعقيدها بما يتطلب أسليب أكثر فعالية لتعامل معها وأبرز شكر أولويات العمل الأفريقي المشترك لضمان توفير السلم والأمن لدول القارة ومن بينها تضافر الجهود الأفريقية لاحتواء مواضع الصراع وإيجاد الحلول الدائمة لها وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف وإعلاء مصلحة الشعوب بجانب أهمية أن يعتمد أطراف النزاعات على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية والتنفيذ الأمين لتلك الحلول وتناول بيان مصر الأوضاع في السودان وذلك على ضوء ما تحققه من تقدم نحو إعادة الاستقرار والانتهاء من المرحلة الانتقالية وذلك بجانب الحاجة لتوفير الدعم اللازم للأشقاء في ليبيا نحو عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة سلطة تنفيذية محايدة بما يعد لليبيا سيادتها واستقرارها